السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وقسوتنا وكدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غزة تكشف لنا أصنام العجوة في هذا الزمان تعالوا نعرف بعدما نصلى على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم بعض أحبابي سألوني قالولي كنت أكتر واحد بتتكلم عن غزة عملت ميتين مقطع منذ طفان الأقصى إلى يومنا هذا فلماذا لم تتكلم في الفترة الأخيرة أنا ما تكلمت تقريبا من حوالي 15-20 يوم ودي الفترة اللي أنا كنت موريد فيها جدا ما كنتش قادر أصور ولا مقطع فكل المقاطع التي نشرت في الفترة الماضية مقاطع جديدة لكنها تم تصويرها قبل ذلك فكنت أنشرها لكن أنا في الفترة ديت ما صورت مقطعا أول يوم تصوير هو هذا اليوم فبعتذر طبعا لأنني أنا الحمد لله رب العالمين قضيتي الأولى في هذه الدنيا أن ربنا يكشف هذا البلاء وهذه الغمة عن أهلنا وأحبابنا في غزة وفلسطين وأن ربنا يكشف الغمة عن كل المسلمين في كل أكتر الأرض سواء في غزة في فلسطين في سوريا في ليبيا في العراق في اليمن في السودان في لبنان في كل أكتر الأرض يا رب العالمين أسأل الله أن يحفظ كل بلاد المسلمين غزة بتكشف لنا أصنام العجوة في هذا الزمان الغرب وأمريكا وأوروبا كانوا يتشدقون ويتغنون دائما بصنم الحرية صنم الديمقراطية صنم حقوق الإنسان كل هذه الأصنام كانت عملة ذي أصنام العجوة التي كان يصنعها المشركون فإن جاعوا أكلوها كان بعضهم يصنع تمثالا من العجوة وظل يسجد له ويتعبت هذا الصنم فإن جاع أكل صنمه يعني أكل الإله بتاعه أهو ذا اللي حصل دلوقتي من الغرب ومن أمريكا ومن كل بلاد الغرب ظلوا يتحدثون عن الديمقراطية وحقوق الإنسان والحرية وحقوق الحيوان والرحمة بالحيوان فلما قام هؤلاء الملاعين الذين احتلوا أرض فلسطين هؤلاء اللي ما يتسموش لما قاموا بقتل أطفالنا ونسائنا في غزة وقاموا بقتل العجائز وضمروا البنية التحتية فهدموا البيوت والمساجد والمستشفيات وقضوا على الأخضر واليابس قام الغرب وقال إسرائيل لم تندهك حقوق الإنسان وإنما هي فقط تدافع عن نفسها لو أنت نطقت كلمة في حقهم زمان يقول لك أنت كده إيه معادي للسامية والله ما عارف إيه هي السامية دي ولا سامية اللي هم بيدعوها سبحان الله أذكر أول قناة اللي اعتفيها زمان كان سنة كام كان أظن كان سنة حوالي 2004-2005 يعني في الحدود دي كده أو 2006 الزاكرة مش جايبة يعني بس كان في أوائل الألفنات فأول قناة طلعت فيها وكنت أتكلم في مواضيع عن الصحابة وكنت أختم الدرس بالدعاء على اليهود فالمهم تسع منظمات عالمية أرسلت شكاوى إلى تلك القناة بمنعي من الظهور أبدا قالوا هذا معادي للسامية سبحان الله لكن القناة كان صاحبها له علاقات كبيرة جدا وقوية وما رضيش يمنع البرنامج أبدا وظل البرنامج قائما بفضل الله لو واحد نضأ كلمة في حق هؤلاء المحتلين يبقى معادي للسامية إنما قتل الآلاف من أطفالنا ونساءنا وشيوخنا في فلسطين لا دي مش معادي للسامية هؤلاء اليهود يدافعون عن أنفسهم يدافع عن نفسه تخيل حضرتك وانتقهك في شائتك أو في بيتك ويجي واحد حرامي حرامي يسرق شائتك ويقول لك لا أأذن لك أو يسرق بيتك كله ويقول لك ما أأذن لكش أنت وزوجتك وأولادك إلا أنكم تعودوا فقط في المطبخ ملكوش أي مكان تاني ولو حبيت تخش الحمام أعزك الله يبقى فيه تصريح تخيل حضرتك ثم بعد ذلك يقول ولا حتى المطبخ خطعت فيه فلما تقوم تدافع عن نفسك اكتب أنت اللي معتدي وهو بيدافع عن نفسه كمة الظلم اللي في الدنيا كلها شيء عجيب حتى كان الغرب يقولون لأهلهم في الغرب حتى مش لأهلهم في الغرب للناس لجماهير الدول ديت وشعوب الدول ديت في الغرب يقولون لكم حرية الكلمة وحرية التعبير وحرية الرأي والديمقراطية وحقوق الإنسان فلما قام بعض الشباب الغرب الشرفاء هم مش مسلمين لكن عندهم يعني شيء من الإنسانية قاموا عشان يدفع عن فلسطين ويطلبوا بوقف الحرب ووقف النزيف دوت عن أهلنا في فلسطين ووقف الدماء اللي بتنزف كل يوم تم اعتقالهم سواء في الجامعات أو الشوارع قامت الشرطة الأمريكية والأوروبية وفي كل الدول بكم من الاعتقالات والانتهاكات والضرب بالرصاص المطاطي والكنابل الغازية إلى غير ذلك ليه؟ لأنهم فقط قالوا يعني الحرية لفلسطين الحرية لفلسطين اعتبروها معادلة السامية الناس اللي سرقت أرضهم وقتلوا وسجنوا واعتقلوا وفعل بهم الأفعيل على مدى أكتر من خمسة وسبعين سنة تمام؟ لمجرد أن واحد من الغرب اللي هم فهموه أن لك الحرية الرأي واحنا عندنا هنا حرية التعبير والديمقراطية واحنا دول ما عندناش الدكتاتورية بتاعة العرب واحنا دول لنا عندنا لك الحق أن تقول رأيك وأن تعترض وأن 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 كل ده صنم عجوة والتاكل مدام الأمر يخص أهلنا في فلسطين ومدام الأمر يخص المسلمين لا يبقى ده صنم عجوة لازم يتاكل إنما لو قام هؤلاء ورفعوا العلم الإسرائيلي هيتشالوا فوق الأعناق إنما لما رفعوا علم فلسطين كانت العقوبة إن بعضهم يترفض من شغله وإن بعضهم يترفض من الجامعة وإن بعضهم اتخذ إلى المعتقلات والسجون وإن بعضهم دورب لحد ما اللي انكسر رجله واللي حصل له كذا واللي حصل له كذا كل ده ولسه الغرب بيتغنى بحقوق الإنسان ويلوم بعض الدول ويعمل بعض العقوبات على بعض الدول لأنكم لا تحترموا حقوق الإنسان ده على أساس أن الغرب بيحترم حقوق الإنسان في الوقت الذي تتغنى فيه أمريكا بحقوق الإنسان هي هي نفسها اللي بتدعم الكيان الغاصب بالأسلحة بل بأشد أنواع الأسلحة المحرمة والمجرمة دوليا علشان يقتلوا أطفال صغار ونساء لا يملكون شيئا لهم من المقاومة ولهم جيش ولهم ما بيقتلوا أبدا وعملين يقتلوا فيهم يقول لك وحقوق الإنسان والحرية والديموقراطية ومراعاة الحقوق ولا بد أن يكون في حرية الرأي سبحانك يا ربي وأين أنتم ممن تفعلونه أو مما تفعلونه عشان بس تعرفوا إن كل دي كانت شعارات زائفة كلها أصنام من العجوة وقت اللزوم كلوها وأظهروا الوجه الكالح إن في النهاية لا في حاجة اسمها ديموقراطية ولا حاجة اسمها حقوق إنسان ولا حاجة اسمها حرية ترأي طالما الأمر يتوقف على حياة المسلمين أما لو قتل غربي أو لو قتل كافر أو ملحد على وجه الأرض لا قامت الدنيا ولم تقعد ولا حول ولا قوة إلا بلا وشفتوا بحضراتكم كيف استقبل أهل أوكرانيا من الدول الغربية لما هربوا من أوكرانيا كيف استقبلوا ليه لأن الشعر لا أصفر ولعنين الزرأة وكيف تم أيازا بالله التنكيل بأهلنا من أهل السورة يا ربنا يحفظهم ويبارف فيهم لما ذهبوا إلى دول الغرب ماذا فعل معهم ولا حول ولا قوة إلا بالله كل الأصنام دي كشفتها أحداث غزة وعايز أقول لكم إن الدنيا دي كلها والكرة الأرضية كلها بعد طفان الأقصى حاجة وقبل طفان الأقصى حاجة أسأل الله عز وجل أن ينصر أهلنا في غزة وفلسطين وفي كل بلاد المسلمين وأن يحقن دماءهم وأن ينصرهم على أعدائهم وأن يطهر أرض فلسطين من هذا العدو الغاصب وأن يجمعني وإياكم مع سيد ولدي آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته